باطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر عليكم السلام تفضلين معايا معاك ابو عباس من العراق شيعة ولا سني يا ابو عباس شيع الابن خاع حتى دم شيعي خليك ابو دم شيعي الآن هل تفتخر بأنك ابو دم شيعي أنكم لا تملكون كتاب صحيح إلى يومنا هذا أما الشيع في الجل لأنهم لا يمتلكون كتاب صحيح أبتخر ما عندنا كتاب صحيح من الغلاب إلى الغلاب إلا القرآن الكريم حتى هذا كذب لا تملكون حتى القرآن الكريم صحيح ما تقلبش لا أنا أكذبك أنت على هذا الكلام إذا ما عندناش كتاب صحيح القرآن هذا كذب والدليل تعالى كذا ما حكم من قال بأن القرآن الكريم وهو بين أيدينا الآن هذا الكتاب ليس هو الكتاب الصحيح والقرآن الصحيح مع المهدي ايش حكم الذي يقوله ذلك؟ لا يوجد. شوف سؤالي واضح. حالم شيعي قبل. يا عم اسمع. انت بقى يا ابو العباس. انت رجل لهوم. انت يا رجل. يا عم اسمع. اسمع. ما يبقاش جاوبك مطاطي. الان. هذا القرآن الذي بين ايدينا. المصحف العثماني هذا. تمام? من قال. سؤالك على الجواب. لا من عايز اسمع الجواب مباشرة بدون لف وضرة. من قال ان هذا القرآن ليس هو القرآن الذي اقره النبي وجامعه علي. والقرآن الصحيح موجود مع المهدي. ويجوز العمل بهذا القرآن الى ان يخرج القرآن بالقرآن الكامل. ما حكم من طعنة في صحة هذا القرآن. هذه اكاذيب تطلقونها على شيعة اهل البيت كذبا وزورا وتعلنها على اتباعكم. ما لا يوجد عالم شيعي قطي يقول بالقرآن. والذي يقول ان شكيع عدهم قرآن عند المهدي فليأتي بالدليل. والله هو كذاب. ايش حكم الذي يقول بعضها صحة هذا القرآن. وان القرآن الكامل مع المهدي. لا يوجد. ايش حكمه شرعا. ايش حكمه. ايش حكمه. ايش كافر ولا? الذي لا يؤمن بهذا القرآن. الذي هو بين دفتين فهو كافر. لا انا بكلمك شي يؤمن. سواء سنة او شيعي. مش ده كلامي. شوف بها. الذي قال ان هذا القرآن. مش ده كلام فيه. شوف كلام واضح. هل الذي قال ان هناك قرآن اخر مع المهدي. كافر ام لا? اعطيني من الذي قال. لا هو باولا ثم اعطيك ادلة. مش دليل واحد. الذي قال ان هناك قرآن اخر مع المهدي. كافر ام لا? اعطيني. اعطيني. يا عم رد على قدر سؤالي سمسها للأدلة. الان المفصل. انت ليه خايف تقولي الحكم الشرعي فيه? كافر. ليه خايف تقولي الحكم الشرعي فيه? الذي يقول ان هناك قرآن اخر مع المهدي. تمام? فيه اسماء الائمة واسماء اهل البيت واسماء المنافقين. وصور حزفت منه وآيات مبدلة مكان آيات. حكمه كافر عندك الذي يقول هذا القول. اكذب. اكذب. يا عم بس رد عليه وهديك الادلة. الذي يقوله هذا القول كافر. اللي الذي يقوله هذا القول كافر. اديني الحكم الشرعي عشان تكفر. او لا تكفر. الذي يقول اسمع 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 اسمع. الذي يقول انه يوجد قرآن غير هذا القرآن الذي بين الدفتين فهو كافر. ما الظلط. يعني الذي يقول لا اقول لي كده. الذي يقول ان هناك قرآن اخر مع المهدي جمعه امير المؤمنين كافر. انا اقولك كده. اي شيعي اي سني يقول انه يوجد قرآن غير هذا القرآن الموجود بين ايدينا بين الدفتين فهو كافر. طيب. 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 استاذنا? استاذ استاذي. معلش شغف. انا رجل انا باحترمك يا ابن عباس لانك رجل تنتصل لكتاب الله. معلش اولى الذي قال ان هناك قرآن اخر مع المهدي فيها اسماء الائمة غير هذا القرآن كافر. لا اقي انت يعني استاذ اشرف انت يعني معقول يعني انت احترم عقلك انا احترمك. معلش شغف. معلش يا براه. الذي يقول انه يوجد غير هذا القرآن مع المهدي او مع غير المهدي وهو انسان كافر. لا يوجد قرآن غير هذا القرآن الذي بين الدفتين. طيب. والذي يقول ان الشيء عنده قرآن عند المهدي او قرآن ثاني فليأتي بالدليل والله هو كذب. ممتاز. اعلى نكفر كده مع بعض شوية. ادي كتاب هدئة المؤمنين وتحفظ الراغبين لنعمة الله الجزائر. اسمع الكلام بتاعه كده. على الشاشة ظاهر للجمهور. نكبر الصورة شوية. بيقول وهذه ليست باول قرورة كسرت في الاسلام. بل استفاد في اخبارنا. من ان القرآن نذل اربع ارباع. ربع في متح علي واهل بيته. عليهم السلام. وحذفوه باجماعه. وحرفوا القرآن. والعمل تحريفا بيننا. ولكن امرنا في هذا. تمام. الاعصار بقراءة هذا القرآن والعمل ويحكامه. حتى تظهر دولتهم عليهم السلام. ويظهر القرآن الذي جمعه امير المؤمنين عليه السلام. هو المؤمن مخزون مع سير الكتب السماوية. تمام? او نعمة الله الجزائري كافر? رقم واحد. من الذي قال بها الكلام. نعمة الله الجزائري. يلا كافر? لا اعترف بها رواية. كافر نعمة الله الجزائري? سؤالي واضح. لا. ده مش رواية. ده قول يا حبيبي. حبيبي الغالي. انت لسه بتقول ازا جبت لي شخص قال بعض ام صحة القرآن كافر. الان ده شخص قال. مولت لكش ده رواية. ده قول نعمة الله الجزائري. هل نعمة الله الجزائري كافر? نعم او لا. وانت وانت سألتني هل يوجد عندكم كتاب صحيح? وانا اجاب لا. يا حبيبي الغالي ده قول عالم عندنا. مش رواية والله. ده قول عالم. دي مش رواية. ده قول عالم. لا نؤمن. لا نؤمن. ما ليش دعوة تؤمن او لا تؤمن. انت قلتني لو جبتني واحد قال بان هناك قرآن اخر مع المهدي هو كافر. مين اللي قال? اول واحد هو نعمة الله. لسه معي خمسة وثلاثين. واحد كمان. تمام? يعني ده اول واحد في الخمسة وثلاثين. لسه معي خمسة وثلاثين كمان. الان هل نعمة الله الجزائري كافر? لا نعترف بصحة هذا روايات. لا نعترف بصحة هذا. يا ترد على قدر. مش رواية. والله ده قول عالم. اعتراف عالم. مش رواية. والله ما رواية. ما قالش فلان عن فلان عن فلان. هذا كلام نعمة الله الجزائري. هل هو كافر يا شيء المكاعة? ات سمعتها من عدالي واللي جيت في الكتب. يا بني انا عرضتها على الشاشة واللكتب للمشاهدين جميعا. عرضت المخطوط الان. انا قلت لك. قلت لك ما عد لك كتاب صحيح من الغلاف. طيب. بما انا ليس عندك كتاب صحيح من الغلاف للغلاف. كيف تعرف دينك الصحيح? اتفضل. من كل الكتب التي توافق القرآن والسنة النبوية. المنقولة من اهل البيت عليهم السلام. طيب. قال الاستاذ الفاضل من كل الكتب. طيب. عند البوزية في كتب بتاخد منها برضو? اسمع حتى من البخاري نعم. يا بخاري. البوزية بتاخد منهم? هل بتاخد من البوزية الدين? ان هما صحيح حمر عقيدة البوزية. حبيب ناخذ ناخذ ديننا من كل الكتب وكل غرايات التي هي موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله. طيب يا باب عباس. يا باب عباس. ان اخلي المشاهد اللي يحكم يا باب يا ابو العباس الكل المشاهدين ليعكم يا ابو العباس ولا عن معاوية ولا عن يزيد يا ابو العباس ما تلعنتش بس عشان ما تتورطش انا شافك تورطت وشك احنا فبقابل عن الله عشان ما تليش ديني لصص الرحمة اسمع 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 يا حبيبي اسمع هتعمل مظظومية وتلعن عشان تطير قولي اطيرك عشان سلام عليكم السلام عليكم قلت عن الشيخ الصدوء عن الشيخ المفيد انه قال المهدي لم يخرج ما ما كوان صار. غاب لان لو يبجي دان صار. او وهي جيرت. وانا اللي قلت ده كتابك اللي قال كده. طرق سائل المفيد. انا اططيق انا اططيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش غاب المهدي. حبيب الغيالي. بدون ما اتقاطعي. مش هاطعك بس اسمعني بس الله اسلح حالك. الان انا سؤالي واضح. انا افتهمك 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 انا افتهمك. فهمتني طب ايه السؤال اللي فهمته حضرتك? افتهمك بس انا لا قطعنا عن رسول الله صلى الله عليه. لا مش ده سؤالي كده ليليماذا غاب المهدي? مش ده سؤالي?? awakenedrilmad хар마 Ati?escháp. انه خائف قاتل. كما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ده موض مش ده سؤالي برضا اليوم. سمعني موض. مش ده سؤالي اليوم يا علي ابو علي. مش سؤالي بس حولת. لا انا قلت الآتي. عدما قال المفيد ان. أَنَ الظَّالِمُونَ هَمُ الْحُجّة قائمة عليهم لانهم هم السبب الغيبة. هل كلام المفيد صحيح? سؤالي يا أستاذ بسمع بس هل المهدي هو الناصر أم الناس الناصرين له السؤال الثاني فضل يا رب تكون سمعت السؤال وفهمتهم أجاوبك 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 بس لا تقاطع عنه فضل رواية عن الشيخ الصدوق في علل الشرايح عن أبي عبد الله صادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد من الغلاب من غيبتين الغلاب يعني رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له لما يا رسول الله آآ قال يخاف القتل رسول الله يقول يخاف القتل اسمع بدها تقاطعني بسمعني يقول رسول الله نأ créفر قلما يا رسول الله يقُام عد رواية رواية نتحافز قول لنا حافز مش هقدر رود على انت هتقولك حافظ ان شاء الله حافظ. حافظ يعني مش فاهم? ها? انت حافظ ولا فاهم? حافظ ان شاء الله. انت حافظ ولا فاهم? حافظ وفاهم ان شاء الله. يا استاذ الفاضل. الله يستحى لك. ركز معي بس. انت قلت هنا. عشان موجد لك اطعك. تمام? انت بتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لابد للغلام من غيبتين. انا ابي عبدالله صادق عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابد من غلام اا من غيبتين. فقيل له لما يا رسول الله. فقال يخاف القتل. علينا نركز على كلمات لابد. طيب استاذ. نعرف ان قضيات قضيات الغيبة قضيات الغيبة عليهم انا مارا. اسمعنا انا كمل. استاذنا الفاهمة الحافظ. حضرتك بتقول. يا استاذي ماشي. لا بد. يا استاذي ركز. ركز في اللي انا اقوله. انت مو انت جاعد تدلس. انت جاعد تدلس. انت جاعد تدلس. انت ليه انت ليه متوتر ان انا هنقشك في اول رواية. انت جدتها بتستدلي بيها. اسمعنا مو انا عكد بس انا كمل. انا كمل كده. وباكمل براحتك بعد كده. بس اناقشك في الاولى. مكمل في التاني. اهدى بس على نفسك كده عشان اتجول. بس انا اكمل رواية قويلة. قلت قال النبي ان لابد للغلام من غيبتين. لماذا? يا خاف القطس. هذا الحديث ينكد حديث مليب جدا عندك في فكرة. الى وهو ان الامام يعلم متى يموت ولا يموت الا باختيارهم منهم. كيف? لا لا لا. اسمع. 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 اسمع يا سيد الفضل ادي هظهر على الشاشة. تمام? اتبر 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 اتبر. بسم الله. اجيب لك انا الدليل دلوقتي ان الائمة. ما 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 اعطي الدليل. الائمة يعلمون متى يموتون? اصبر علي. اهو. كافل الكليني. في الجزء الاول صفحة اميتين تمانية وخمسين. ممتاز? ادع الشاشة. اسمع الشاشة كده. عشان بس تشوف كده معي على الناس. ادي كتاب الكافي. الشيخ محمد ابن يعقوب الكلين الجزء اول صفحة نعرضه على القرآن. نعرضه على القرآن. تمام? اصبر يا حبيبي. اصبر يا حبيبي اللي عرض على القرآن. اصبر. باب ان الائمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون. وانهم لا يموتون الا باختيار منهم. ممتاز? اهو. عنوان الباب اهو. تمام? عنوان الباب. محمد ابن يحيى. عن سلم ابن الخطاب. عن سليمان ابن سماع. عن 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 الانية قال ابو عبدالله عليه السلام. اي امام لا يعلم ما يصيبه. و الى ما يصير. فليس ذلك خجة لله على خلقه. اللي بعده. تمام? الى ان ينتهد بس عشان ما تقولش على المشاهدين. يلا استاذ الفاضل انت قلت عليها كذاب. انا الكذاب ولا الكلين اللي كذاب. انا اللي كذاب ولا الكلين اللي كذاب ده اولا. انت قلت عليها الكلام ده مش موجود. انا اللي كذاب ولا الكلين. اسمع. انا قبل ما تتكلم. قبل ما تتكلم. هاسمع. انا رضع. انت قلت ان انا كذاب وهيك الكلام ما موجود عندكم. انا الى الكذاب ولا الكلين اللي كذاب? رد. اسألوا مؤموع. رد على قدر سؤالي. انا الى كذاب ولا الكلين اللي كذاب? ما عرض هذا الحديث. انا مليش دعاب العرض دلوقتي. انت قلت هذا الكلام. مو موجود وهذا كذب وتدليس. هذا الكلام موجود في كتابه الكافي. انا اللي كذاب ولا الكليني? رد! هسمعني ايه? اسمعت بعد ما ترد. انت بتقول هذا الكلام كذب غير موجود. طلعت الكلام من الكتب لديك بالاحديث. هل انا الكذاب ام الكليني? انا اللي كذاب ولا الكليني للمرة الاخيرة. انا اللي كذاب و لا الكليني? لا تهرب. انت اللي بتهرب الان. انت اللي ادعيت علي كذبا وزورا انني كذاب مدلس وهذا الكلام غير موجود في الكتب. طلعت من الكتب امام الجميع. اما انت اعتذر او تقول الكلين كذاب. تختار ايه في الاتنين? تسمعني ما سعنا اكمل. اولا تعتذر او تقول الكلين كذاب. تختار ايه في الاتنين? اسمعني يا خوية. اما ان تعتذر لي. وتقول انا اسف اخطأ في حقك. او تقول الكلين يا كذاب. تختار ايه في الاتنين? اختار واحد. بس كنت خلينا نكمل الآية. لا ما تقول الاول. خذ لك خيار حل خيار فيهم بعد كده اتكلم. اختار ايه في الاتنين? ها? احتضل منك كده بس انا اكمل الآية. ايوا هتذر كده. ايوا الادب حلو بقى. لا دفضل عن العلم. يبقى اذا. هذا الكلام موجود. ارد بقى. ارد بعد كده عقر. ارد بعد كده عقر. اذا. كلام النبي ان للغلام غيبتي. ينقضه هذا الحديث عند الشيعة الاثنى عشرية. وافكار علماء الشيعة الاثنى عشرية نعم. قالت ان الائم ما يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا بيختارون منكم. هذا صدق. واي امام يعلم علم ما كان وما سيكون. هذا سطر ايضا في دين الشيعة. اذا حديث النبي لابد للامام الغيبات. ارسادنا بس الفاضل ابو علي. اهدأ علي عشان الناس تفهم معانا. اخليك تكمل يا حبيب اللي انت حافظه حاضر. ولكن عندي اشكالية هنقع فيها. هل النبي صدق? يا ساد الفاضل. يا ساد الفاضل. يا ساد الفاضل. يا ساد الفاضل. اهدأ معي يا ساد الفاضل. تمام? اهدأ معي. الامام عندك غاب وعمره يوم رجع وعمره اربعين يوم. تعتبر دي غيبة ولا مش غيبة? لا لا. الامام صلاة الله عليه اسمعني. اسمعني. الامام ولد في ميتين و ستة وخمسين. والامام الحسن العسكري مات في في سنته. ثلاثة مائة. تريش من امين هذا الشيء فاهمي. اسمعني. يا عم حسن اتكرم سنة كم? الامام صلاة الله عليه وسلامة انتم انتم في كتب يقولون انتم. انت ذاك يوم ما سمعناك تقول امام المهدي صلاة تبع لي غاب في سنة ميتين وتسعة اه وخمسين. انا مقولش الكلام ده. انت بتقولي الامام ولد سنة ميتين كم? لا. لكن اديش الحلقات الماضية. معلش موضش الكلام ده برضه. حضرتك بتقولك الامام ولد سنة كم? الامام هي اخدل فتر روايات. قيل انه في مسانة ميتين وخمس وخمسين. وقيل في مسانة ميتين وستة وخمسين. انا بقول لك الامام عندما ولد غاب اربعين يوم. تعتبر دي غيبة اول غيبة. تمام? ثم اختفى وعمره اربعين يوم وعاد وعمره خمس سنوات دي تاني غيبة. هنا النبي قال له غيبتين. ممتاز? يبادلك اول غيبتين. الان عند غيبة تلتة وعند غيبة ربعة. كيف نربطها بالحديث? افضل ازاي نربطها بالحديث ازاي اولا. ثانين تجدش عن سؤالي هل المهدي يحتاج الى انصرهم هو الناصر للناس? هل الناس هم الظالمون الحجة? هم الحجة قائمة على الناس بسبب غيبة المهدي او من حجة قائمة على المهدي? او ده برضو اسئلتنا اليوم. اول سؤالك ان ان رسوله ان الامام المهدي يحتاج الان الناس مثل ما كان يحتاج رتب الله الى الناس والمعارين للمحاربة الكفار هذا اول شيء. طب معلش بس يعني ايه المهدي يحتاج معلش بس اصبر عليه? النبي صلى الله عليه وسلم عندنا غير عندكم. النبي عندنا بشر. لا يعلم الغيب. لا يحتاج الى انصر ينصره معه دين الله سبحانه وتعالى. وهو الناصر لهم. ولذلك خرج وحده صلى الله عليه وسلم ظهر بالاسلام وحده. اسمعني يا اوخوذ الفاضي. اسمعني. 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 يا عمي اسمع. عندك المهدي. يا استاذ كيف المهدي يخاف القتل? وده كان سؤالي. وهو يعلم انه لا يموت الا باختيارهم منهم. تفضل. اسمعني حمي ابدا عليك. حمي ابدا عليك. حمي ابدا عليك. حمي ابدا عليك. في كتاب الكافي. اسمعني. سامعك. في كتاب الكافي عن عمر ابن ابن زهارة عن الامام الصادق عليه السلام. قال هل يمكن ان احد يقول الى القام يا امير المؤمنين قال قال لا ذلك اسم يختص الى علي ابن ابي طالب عليه السلام. لم يسمى ابها احد من من قبل. ويا يسمى احد من ابها من بعده. يقول يكون يكون كافرا. قلت ابو ما يسلم على القام. قال قال ان ان تكون تقول له السلام عليك يا بقية الله في قال في في السلام عليك يا بقية الله. ايش عراكة ده بالسؤالي? يعني ايش عراكة اللبن بالبطين? اسمعني احنا انا اللي باعرب. يعني ايش علاكة ده بسؤالي? انا بالانصار والمواصلين الان. ايش علاقة ده? اللبن? ايش جاب اللبن للبطيخ? ما انا عايز افهم. ايش العلاقة? يا ابن سيباك الداخلي اللي جمعك ده يعني ما ترموش علي انا عشان انا احافزكم اكتر ما انتم عوزين نفسكم. ورب الكعبة انت قاعد عامل كده قدامي. تمام? ولكن انا بسألك سؤال ايش علاقة سؤالي? في موضوع الاقصار والمواصلين بيعني انت بتتكلم فيه ان مان يرقب بماذا المهجي. انا مال ادب يرقب بماذا. عندك اجابة يا ابني? نعم. فضل جاو. اسمع. تعان نكمل يا اخوي. احان نكمل. روح نام يا رجل انت عمالي تقلب في صفحات? روح نام يا رجل. انت مش عارف تراح فين اصلا ولا عايز تتكلم في ايه? ولا عارف اتتكلم في ايه? وعمل صوت الصفحات. تعان نكمل. تعان نكمل. صوت باين عند الناس. الكلام ده مش موجود. لا بس الزمن. يقولك الكلام ده مش موجود كذب. ما فيش عندنا كلام. الساكتة تدلس على الناس. بص تكرار كلمة الشيء لا تهرب لا تهرب لا تهرب دليل على التوطر الداخلي الذي هو فيه. فيحاول ان يلقي ما بداخله على الاخر. زي بالظبط ما يكون واحد يقول للتانيين انتو خايفين? انتو خايفين ولا ايه هو اللي بيترعش من جبه? هو الشيء كده. يا ابن انا فتح برنامج بس مباشر على الهواء. قاعد في مكاني. فتح تلفناك للاتصالات. تمام? لو انا خايف زي ما انت متخيل كده ما كنتش عملت اللي انت شايفوا ده. تمام? وانا ايه اللي يحطيني في موضع احراف? زي واحد كده عندكم فاتح قناة كل كلامه في ثلاثة احاديث عن الصحابة عن ام المنينة عائشة. بيخاف يتكلم في اصول بيخاف يتكلم في تعليم عقيدة بيخاف يتكلم في علم احاديث بيخاف يتكلم في علم رجال بيخاف يتكلم في اي حاجة. ده بتطرح سؤالك في الوصول على الهواء مباشرة بدون تجهيز او تحضير. بتطرح سؤالك بطلع لك الاجابة مباشرة من على الجهازة عندي. قدامك بالنص اذا طلبت النص والدليل بديك الدليل. لان انا نعلم قوة الموثقة. فضل من معي. ليش ما تيجي للعراق? تعززني. عجي ازركم في العراق ولا اجي اشنكة في العراق واعلك واصلبة في العراق? والله انا سحل كبيدي. انا ضيفة كبيدي سحلك بالشارع سحل. اه تتحني بالشارع سحلي شفتو? دير مانك. سحل سحلك والله. باوع. تبقى الفرق بين السنة والشيعة انتم تكفرون. تكفير. زين وكلك كل الدمان لا سعدكم مباحة الا انتم. هذا الفرق. لاب يعني انا دلوقتي عندما ذكرت في عقادة الشيعة تلك الامور هل تعترض على شيء فيها انتم ذكرتو? في حلقة اليوم? كنت قد نهايتك معنا القبور وحتيتك مع الليلة. شنو رأيك على هذا. الفرق ايش? يعني انا ازور القبر ليه اروح ابكي وتوسل بصاحب القبر? ما توصل بتاحب القبر بجاهة عند الله. يعني انتم ما عندكوش توسل بصاحب القبر والازي يتوسل بصاحب القبر? ايش حكمه شرعن عندك? لا. اللي توسل بالقبر هذا الشرك. لا اللي توصل بصاحب القبر ايش حكم الشرع عندك? شرك. يعني لو احنا قلنا ان حد قال هذا من المراجع يكون مشركا? ان شاء الله يا امام يقول لتوسل بصاحب القبر هذا مشرك. يا كذبين. يعني انا بقولك لو قتينا باحد المراجع وقال التوسل بالقبر هذا يكونوا مشركا? تقول لي علي مشرك الان? طبعا. طيب تعال كده. ايه ما ماكو واحد يقول ايش. طيب ماكو واحد. ماكو واحد. تعال للعراق تعال. لا انا اطلرك من الكتب عندك دلوقتي. عراق ليه? تمام? من الكتب عندك دلوقتي. كلا ضيفك تعال. تعال هناك. بس تعال. بسم الله. طلع لك بس النص عشان تقول لي فلان مشرك. ده انت عندك ده السجود كمان للقبر. ليس التوسل فقط. ده السجود للقبر كمان. طلع على دلوقتي. لا. لاحظة واحدة. اللي اتعالى العراق. بسم الله. التوسل التوسل التوسل. واحفين الملف. يلا يا عمي راح ادور المكتبة كلها. ماذا انا بس بدور على الهي اه انده هو يسجد للقبر. عايز اجيبها بس. ما في سجد للقبر. نعم. سانية واحدة بس عشان انا رواية راحت من بادي. عايز اجيبها. يلا يا عامل. تعال كده. ذكرت عن الله. ايدي بحر الانوار للعلامة المجلسي صفحة ميتين اربعة وخمسين. يقول لا تصلي رقعتين اذا فاذا سلمت ثلاثة وسبح تسبيح الظهراء واسجد وقل مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة اغيسيني. ثم اضع خدك الايمن وقول كذلك. ثم اعود الى السجود وقول كذلك. ثم اضع خدك الايسر الارض وقول كذلك. ثم اعود الى السجود. وقول مئة وعشر مرة تقضى حاجتك. فضل يا جميل. رد. اه. لا. لا كتبك اللي بتقول كده مش استدلالي انا ده كتبك اللي بتقول الكلام ده. تمام? يلا ها. شنو ها? ما قال ازديد على القبر. عيد الرواية الناس خلت اسمع. جاء صلي ركعتين. طيب تعالى اللي بعدها. في بحار الامر مجليسي الجزء تسعة تسعين صفحة اثمتين خمسة وخمسين. في الزيارة بالنيابة عن الائمة عليهم السلام. هنكتب بس كده عن ابي قال رجعت مكة فأتيت قبر ابل ابل حسن موس عليه السلام وهو قاعد بين القبر والمنبر فقلت له يا ابن رسول الله اذا خرجت من مكة الى المدينة. تمام? فقل طف عني اسبوعا وصلي ركعتين فربما شغلت عن ذلك فاذا رجعت لم ادري ما اقوله. فاذا اتيت مكة فقضيت نسكك. فتطوع وصلي ركعتين. ثم ان هذا الطواف واتينا ركعتين عن ابي وامي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حمياتي. الى ان يأتي ويقول فاذا اتيت قبر للنبي. فقضيت ما يجوى عليك فصلى ركعتين ثم قف عند رأس رسول الله. قل عليك السلام وعليك يا نبي الله من ابي وامي وزوجتي. اه السلام عليك يا نبي الله من ابي وامي وزوجتي ولدي وحماتي وبنجي مع اهل بلدي. حرمهم وعبدهم ابيضهم واسودهم فلا تشاء لان تقول الرجل اني قد اقرأت رسول الله صلى الله عليه وقال انك السلام ان كنت مصدقة. تمام? الى ان يقول فخرج زائر على كيف ليفعل عند فراغ من عمل الزيارة. هنا السلام على النبي في القبر دي معلش مش دي الرواية لان انا ما اصود انا اسف باعتذر لي ادي الرواية بتاعة قبر الفاطمة اللي هو عن زيارة القبر. انا باعتذر. مش راحت لايب انت عبدالرسك. ما في ما في صلاة للقبر. لا 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 لا. في صلاة على القبر. انا باعتذر. انا ريت الرواية الغلط. الله لله سبع. ثانية واحدة انا اطلحها. بسم الله. خلق لك شاء لو انت لا 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 لا. انا بس عادة اطلح على الرواية بتاعة القبر. بالموضوع. تمام? ما شوش علي كده اتخاف. لا ما فيش تشويش. بسم الله الرحمة الله. يا اله الا اللي. رواية اختفت من قدامي. ما في ما في ما في. لا اتعب حالك. صح. انا مش هتعب حالي. ما في لا تاتح. طيب ثانية واحدة بس صلاة لحالك. لا بتاع بحالك. ثانية واحدة. الله اصلاح على ابوك خلينا نحشي كافي تخليه. خلنا نحشي. لا 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 لا. والله ابدا لازم اطلع الرواية اللي هي سبوت للقبر بتاع فاطمة. لا انا انا اسبها. طيب ليس ما تسني انا مصنف حي. اسني انا رجعنا دور الخبورة اسني ليش ما تسني? شان رأيت? سني يا واحدة بس يا جبيس. خلي اقول لك. طيب. هذه الرواية اسف من الاسرار الفاطمية للسجود. لفاطمة. اه دي الاسرار فاطمية للشيخ محمد فاضل المسعود. انا بعتدل على التخير يا حبات الكرام. برك الله فيكم. ورؤية في كيفية التوسل بالزهراء. ممتاز? مركز? طيب. ان تصلي رقعتين. فاذا سلمت فقبر سلاسة. وسبح تسبيح الزهراء. واسجد وكل مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة ابي تيني. ثم اضع خدك الايمن وقول كذلك. ثم اعيد الى السجود وقول كذلك. ثم اخدك الايصر على الارض وقول كذلك. ثم اعود الى السجود وقول مئة مرة واسكر حاجتي هذه تقضى. تمام? اما صلاة الاستغاثة بالبتول. طيب. فهي نفس العمل السابق. اضافة الى ان تقول ذلك في السجود. ممتاز? هنا استاذ الفاضل السجود لمن? ها? لله. لقول لك. لله. لفاطمة. ما تركز في الرواية اللي اصلاح حالك. ثم السجود وقول. مالي? يا مولاتي يا فاطمة اقيسيني. ما تركز? لا انت ركز اسمع. هو ش يقول? يقول بعد ما اصلي السبح تسبيحة الزهراء انا شيء. انت سنى انا شيء انا اعرف. ايو اتفضل. ايو اتفضل. ايو اتفضل. السجود لمن يا عشد الفاضل? السجود لمن? الله يصلاح حال ابوك. اسمع. انا سامح. بعد ما سبحت اصبحت الزهراء. بعد ما سبحت اصبحت الزهراء. تندار تدعي. بعد الصلاة ورا ما خلصت انت وجهك من قبلة خلصت له قبلة الكعبة زين تخلص. تروح تدعي. انتبه زين. انت باحث خليك حرير. صح. طب تعالى بقى كده. انت شوف انا سيبتك تتكلم وانت سيبتيني ابحث. مش كده? صح انا مش صح? بحر الانوار للمجلس. يقول والله ما راح اتلاعك. ففي الروضة. وان كان لاحد الائمة. صلى الله عليه وسلم. فعند رأسه. ولو صلى الله بمسجد المكان جازة. ورويت رخصة صلاتهما الى القبر. ولو استضبر الكبلة. وصلى جازة وان كان غير مستحسن الا مع البعد. تمام? كلامي ده ولا كلام منه? عيدة شون? اهو. عيدة عيدة. ورويت رخصة في صلاتهما الى القبر. ولو واستضبر الكبلة. من يقول ايش? كلام عندك استاذنا الفاضل في الروضة. عم بحر الانوار نقل هذا الكلام. درابة. ايه كلامي ايه? شين رأيك بجوابش? يعني ايه من المشرك استاذنا الفاضل? الامام المشرك ولا ولا ها? 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 حرق شرك. اكثر من هذا الشجاع بالجاوب. طيب متفضل. الشهيد الاول عندك. يبقى اذا المجليسي مشرك? تعالنا بقى لخش على الشهيد الاول لشوفه مشرك ولا لا. لا مو مشرك. هذا الكلام شرك. يلا. الشهيد الاول يقول في الجزء التاني صفحة تلاتة وعشرين. تمام? يقول ورابع استقبال وجه المزور. واستضبار الكبلة. حال الزيارة. ثم يضع عليها خده الايمن عند الفراغ من الزيارة. ويدعو متضرعا. ثم يضع عليها خد الازهر ويدعو سائلا من الله تعالى بحقه. وبحق صاحب القبر. ان يجعلوا من اهل الشفاعة. يلا مشرك ده كمان ولا مش مشرك? لا مو مشرك. هذا ما طول ما دبرع بس بدعاء. ذاك الكلام شرك. ليه يا حبيبي اقول لك هنا ايه? صلي على القبر هذا الشرك. ما هو حط بيحط خده على الايمن الايمن وخده الايصر على القبر لماذا? يعفر خده هذا هذا مسألة مشرك يعني. هذا شي غلط. ما تمو شرك. ازاي يا رجل. ازاي يعني? ازاي يعني? ويصلي للقبر. يعني هو دلوقتي استضبر القبلة وصلى للقبر. واحد راح ساجد. حاطت دماغه وماردخها في القبر. ويقول لك يتضرع بصاحب القبر وبالله. يتضرع بصاحب القبر وبالله. انت قلت ليس هناك دعاء لصاحب القبر. يا استاذ. يا استاذ. تصرف مو صاحب بس محرم. يعني معلش يعني يعني ايه محرم? واحد بيتضرع بصاحب القبر. انت قلت ما عندناش تضرع لصاحب القبر ولا دعاء لصاحب القبر. يا استاذنا الفاضل. يعني اللي بيقولي يا عالي يا عالي. الله ليعلم. بس الاستدبر القبلة ويصلي للقبر هذا الشرك. كلام شرك. مو اقول للمسجلس كله مش شرك هذا لرأيي. شرك عيان واضح. طيب. ايه يا حبيبي. اللي يقولي اللي يجهر بالنية. اللي يجهر بالنية. يعني اللي يجهر بالنية. عندك استعداد مثل تكون شجاع وجاو? لا ما عنديش استعداد بس اذا تخرج عن الموضوع الاول. الا ما ترد علي. بتقول المشرك الذي يسجد للقبر. اما الذي يدعو صاحب القبر ده ايش عندك مشرك ولا مش مشرك? لا. ولا حتى عندك مو. انا بسألك اللي يدعو صاحب القبر ويقول له ايش فيني وعميني. ده مش مشرك? لا. احنا نقول بجاهك يا الله. انا من اروح اطلع من البيت. وايش جاهو يعني? يعني ايش جاهو يعني? جاهو ايه فيه? انا عادي سألك سؤالي واحد بس. صاحب القبر هزا ينفع اضر. انا بس. ارجى رايحك. ارجى رايحك والله. رياحني. ارجى جاوبك جاوبة رايحك. بس اسمع. انا هس شيعي. انا من اطلع عنه الجماعة. كيف يش اقلون? اقلون احنا طالعين? احنا رايحين على هذا العبد. لان اه هذي يحب على الله. احنا نحب لان يحب على الله? بجاهة عند الله. مو رايحين عدا نطلب من الله. الله خالقه هو عبد. عبد متل مثلك. بس انا روح لانا الى مقامه عند رب العالمين. احب لان الله يحبه? او لاي على الصالحين? مو تحبون الصحابة? واحنا بنتوسل بالصحابة ولا ليه? لا ما تتوسلون بس احنا نقول بجاهة عند الله. انا بس انك بس يعني يعني صاحب القبر ده ينفع ويدور اساسا? شلوه? هل صاحب القبر ينفع ويدور? بس عيدها شلوه? هل الذي تتوسل به من الصالحين هؤلاء ينفعوا ينفع ينفعك ويدورك يعني? لا الله ينفع يضر بس نقول بجاهك عند الله ولا تحسب ان الذين قتلهم مواتا بل هم احيان. يبقيت انو سيد الفاضل ايش ادعي بقى لزيارة عشراء واللطم ودخيلك يا علي ودخيلك يا حسين وبحقك يا حسين والكلام ده كله. اه لا لا تفرع. عوف اللطم احنا ما جانبشي على اللطم. لا بس األك انا ما بكلمكش على اللطم. انا بكلمك ليش ليش يعني ليش زيارة ليش زيارة الحسين عندك تعادل الحج لبيت الله او اكتر من الحج لبيت الله. اذا كان ليس هناك اصلا فيها. هو نفس الموضوع استاذي. توجيه العبادة لغير الله. لا لا لا. قبت لك السجود للقبر. وقبت لك السجود لفاطمة. وقبت لك مخالفة الكبلة. انت عايز ايه وتقول لي لا اسلام الشرك. جاوبتك مخالف. جاوبتك. قلت لك مخالفت لك السجود للقبر والصلاة على القبر. هذا شرك واضح. هذا رأي شرك واضح. الحمد لله شجاعة موت لك. والذي والذي يتبوذ للقبر. يدعو السجود للقبر. مشرك برضو. ها. سجود بنية الصلاة ولا هي يعني قاعد يتعاعي عفر خده هي شي ضرع يقلب جاهك عند الله. هاي ما بها شكال يعني كشرك. بس الشرك اللي من صلي عليه. ها بشرك الله. طب قولي المجلسة مشرك والشهيد الاول مشرك يلا. لا رأي هذا الرأي اشراك. مو اشرك هذا طلع مها يا هذا هذا النظام. ليه? بلقي الشهيد الاول بقول لك حتى لو تصدرك كبلة يا ابني ما انتركز. يا رجل اهو 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 شهيد الاول بقول لك. الله يخليه. اسمع بس الله اسلحها لك اسمع عليك. وقول لك وسادسة صلاص رقعتين عند الفراء. فان كان زائرا للنبي في في الروضة. وكان الاحد الايمة في عند رأسه. ولو صلى الله بمسجد المكان جازة. وروية رخص الصلاطهما الى القبر ولو استدبر الكبلة. هل الشهيد الاول ايضا مشرك? هذا الرأي غلط والشرك واضح. الشهيد الاول مشرك? سؤالي واضح. لا لا ما طال عم الملة. اه تكفر المعين لا يجوز. هذا الرأي? لا علماء يا ابني انت عشان تقول لي لا يجوز اكفر المعين. طيب صاحب الوسائل صاحب الوسائل له نفس الكلام ونفس الرأي. تمام? في السجود للقبر. هل هو مشرك? حر العملي? انت في طالع ناس كلام من ملة? كلام في طالع عم الملة يصلي ويصوم ازاكي من انت علا? ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. لا هو ما يطلع عهمش من ملة. هو بس بقول لي تعالي للعراق عشان نسحلك سحل هناك? لان انا كافر عنده وطلع من الملة. لكن مراجع العظام الذين اجازوا السجود للقبر. لا انا ما يطلعهمش من الملة. السلام عليكم. عليكم السلام. ايضا من معي? احمد من العراق. شيعي ولا سمني احمد. شيعي ان شاء الله. سائل ام محاول? مستفهم. يعني سائل فقط. فضل سؤالك. في الاصول يا سيز. لا ما صحة حديث رسول الله عندكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين. صح حبعد اهل العلم هذا الحديث. طيب ما هي مصادر السنة في هذا الحديث? الخلفاء لهم سنة? الخلفاء لهم سنة? نعم لان الحديث يقول سنتي وسنة الخلفاء من بعد. اه السنة اسد الفضل. ما معنى سنة. ممتاز اسد الفضل. السنة هنا هي كل قول وفعل وتقرير وافق الكتاب وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من امثلة ذلك مستاذ الفضل سنة الخلفاء في جمع كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة الخلفاء في نقل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلك سنة فعلها الخلفاء. كذلك في حروب الردة التي فعلها الخلفاء وشارك فيها علي بن بي طالب وعمر وب بكر الصديق بي كان يتطب بباكرا الصديق يسمها سنن الخلفاء. كذلك الفتوحات الإسلامية دي سنن الخلفاء فإذن الخلفاء كذلك في فتح بلاد جديدة وبناء مدن جديدة دي سنن خلفاء فكل هذه الأمور أستاذ الفاضل من فعلها أليس هم الخلفاء الذين فعلوا ذلك فتلك هي السنن التي تعلمناها منهم كيف نحافظ على الدين كيف نعلم الناس الدين بعد النبي كيف نأمر بما قال الله وقال رسول الله كل تي سنن أستاذ الفاضل فلكل منهم اسلوب في النقاش والحوار وكذلك كان ابن عباس حبر الأمة أيضا يفتي الناس ويفقه الناس في الدين ويعلم الناس في الدين فتلك سنة أخذت عن ابن عباس فأنه ليس المنوط فقط بتعليم الدين هو المؤكل بالرسالة ولكن من بعد قد يكون هناك أشخاص معلمين للدين كابن عباس وغيره فتلك سنة الأستاذ الفاضل فضل طيب وحدة وحدة الآن رسول الله أمرنا باتباع الخلفاء من بعده الراشدين المهديين فضل نعم نعم وضحت لك مفهوم السنن أولا انت كان سؤالك الأولاني ما هو مفهوم السنن فوضحت لك مفهوم السنن سؤالك الثاني نعم 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 وكذلك القرآن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما القرآن قال والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فحضرتك عندك عدد لهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وعندما قال والذين اتبعوهم بإحسان فإذا هناك أمر القرآن لاتباع هؤلاء المهاجرين والأنصار بإحسان فالأمر ليس منوت بهذا الحديث فقط يا أستاذنا الفاضل الحديث هناك آية قرآنية صبقت هذا الحديث فهل انت كرجل شيعي 12 كده دخلت معي في حوار وليس في سؤال بتقول هل هم لهم عدد أنا سؤالي لحضر هل هناك آية في القرآن مثلما أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الصابقون الأولون باتباع أهل بيت النبي دون غيرهم احنا خدنا اتدرج وحدة وحدة لو يبني بس نعم ما اتطرش بعدين برحتك عشان احنا نعم نعم عندنا اتصالات كتيرة يعني نعم 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 لا يوجد في القرآن الآن في السنة لا يوجد في القرآن رسول الله أمانا باتباع الخلفاء وحدد الخلفاء بإثناء عشر خليفة حددهم بإثناء عشر خليفة بكيف تقول إن رسول العالمي يحددهم حضرتك بتتكلم عن حديث آخر هكذا اللي هو الخلفاء من بعد إثناء عشر ولا يزال هذا الدين عزيزة إلى إثناء عشر رجلا وقال الأمراء من بعد إثناء عشر يعني جاء هذا الحديث بأكثر من متن وأكثر من نفس ده أولا حضرتك الآن تريد أن تستنبط للمفهوم تلك الرواية أن هؤلاء هم الشيعة صح أو مش صح لا بكدرش خلنا استدلال يا أستاذنا لنختصر عشان وقت الجمهور حضرتك عايز تقول ما فيش إحنا شيعة إثناء عشر فلذلك هذا الحديث ينطبق علينا نعم وتلك الرواية تنطبق علينا نعم ممتاز أستاذ الفويل دي أعطيني سنة علي من كتب الشيعة حتى نعرفها فضل كيف؟ أين هي سنة علي حتى نتبهها من رواية الشيعة بسنة صحيح موجودة أرى شروط الشيعة في عم الحديث عند الشيعة فضل أسمع أسمع أولا شو أثبت لك أن علي أول خليفة ثم أعطيك السنة مش ده موضوع يا أستاذ الفضل اسمتك من علي أول خليفة يا أستاذي لا 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 هذا موضوع عامل موضوع أنا أنت جاي محاور بقى مش جاي موضوع يا أستاذ يا أستاذ أنت إذن أنت أتيت حواراً ولم تأتي مستفهماً فمن حق أسألك وبعد كده تجاوبني زي ما سألتك كده أين هل هناك أي باتباء أهل البيت دون غيرهم حضرتك قلت لا فسألتك السؤال عندما تقولي 12 أين سنة علي الصحيحة في مرويات الشيعة على شروط الشيعة في علم الحديث عند الشيعة حتى نتبعها فضل دينا حديث واحد عن علي صحيح السنة سمعنا سمعنا أنا أنا ما أريد أقنعك أنت أنا أريد المتابعين يفهموا فما المتابعين برضو بيطلبوا أسانية صحيحة للاتباع يعني لدي اتصالات كثيرة معك تغلق الخط مجرد أن تعرف اسمي أنا أريد المتابعين أن يفهموا أنا مضغلكش الخط طول ما أنت بترد طول ما أنت بترد مش هغلك الخط طول ما أنت هتتهرب أقول لك روح نام على طول الآن سألت حضرتك سؤال اديني حديث صحيح عن سنة علي في اتباعه خالفة فيها هذا مو موضوعنا هذا مو موضوعنا تحديد الخلفاء تفضل ايه تحديد الخلفاء موضوعي تحديد الخلفاء تفضل معي تفضل قولني لديك الأمال للصدوق الأمال للصدوق من tv 23 حديث 9 يقول حدثنا أحمد ابن محمد قال حدثني ابن ابن أوبية عن محمد ابن الجبار عن أبي أحمد عن ابن زياد الاسدي عن ابان الى ان يقول الحديث عن سيد العابدين علي ابن الحسين. ابان عندك ابان ابن عياش عندك ابان ابن عياش عن الابان مين? لا فقط ابان. مين هو ابان المقصود في هذه ابان? عن ابان? عن عثمان? عن ثابت ابن ديناب. يا استاذي من هو ابان عندك فى الولايات. يا ابان عندك اصلا من الضعفاء اساسا. ابن ابن عياش. مذكر فقط ابان. ايو عندكم بالمزاجة. اختصر اختصر. لا لا مش طالع. على على منهج السيد الحيدري ماكوش كان اذا جاءتم فاسقا بنبأ فتبينوا. ما نرد الحديث. نتبين الحديث ونجمع القراءة. على منهج مين استاذ الفضل? انت متابع لسيد كمان الحيدري? نعم نعم. طب كل الايات. التي في القرآن. ليس فيها دلالة على الامامة المزعومة. حضرتك ما تتفق مع سيد كمان الحيدري في هذا الشهر? لا 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 لا. جوبني على قدر السؤال. لا 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 لا. اتفق مع سيد كمان وله بحث في الامامة. يا عمي انا بسألك سؤال. هل تتفق مع سيد كمان الحيدري? يا رجل يا رجل. هل تتفق مع سيد كمان الحيدري التي قال كل الايات في القرآن ليس فيها دلالة على الامامة عند الشيعة? شوف جوابه واضح. استفق مع سيد كمال الحدري يثبت الامامة من القرآن. يثبت الامامة. لكن بعد ما هاتلي مقطع حديثي عمي. هاتلي بعد ما ساب القناة اللي هي كانت بتنوينه. هاتلي مقطع من بعده. انه. لا لا اديني المقطع اللي قال فيه كل الاياد ده. الكلام بتاعه. فضل. سماهم. انا ارسلها لك. موجودة. ارسلها لك. فضل لخص. تكون شجاعة وتعرفها. لا انت حضرتك الان. لا اله الا الله. عن سيد الاصلي طالب قال قال رسول الله الامة من بعد اثنى عشر اولهم انت يا علي واخرهم القائمة الذي يفتح الله تعالى على يديه مشارق الارض ومغاربها. الان رسول الله امرنا باتباع الخلفاء. وحدد عددهم. وحدد اولهم واخرهم. ومصداق هذا المفهوم لا يتحقق الا عند الشيعة. ممتاز استاذ الفاضل. هل هذه الرواية استاذ الفاضل. لم يتحقق مصداق المفهوم. يا استاذ يا استاذ. بتقول هذه دلالة عن النبي طبع انت بتشهد علي من الكتب عندك. وانا اقول ان هذه رواية مزيفة. وهذا قول للخوي. ما رأيك في الخوي. ها. ما ارجع ما ارجع للخوي. يعني عندما يقول. لا توبت رواية. يا استاذ الفاضل. اكمل كلامي. ولا يستغل به. الخوي بيقول الرواية الواردة الينا. عن طريق العامة والخاصة. تمام. لم تحدد الائمة بالاسم الواحد تل والاخر. ولكن حددتهم بالعدد. هل الخوي يجهل تلك الرواية. برضو. لا اجتهد. عاد اجتهد. اجتهد سيد الخوي رجل مجتهد وعادل. يعني اجتهد فاخطأ الخوي. يعني يا استاذ الفاضل الخوي اجتهد فاخطأ. لا لا مو بالضرورة اخطأ. حدد العدد. الله المستعان. يا عم انا باتهلك سؤال. الرجل بيقول الروايات الواردة الينا. عن طريق العامة والخاص. يعني هو يتكلم هنا عن طريق اهل السنة العامة. او المخالفين. الخاصة الشيعة الاثنى عشرية. لما اتكلم ما تتكلمش. لم تحدد لنا الائمة بالاسم الواحد تل والاخر. ولكن حددتهم بالعدد. هل الخوي فقد الاهلية في معرفة تلك الرواية اللي حضرتك استنبطتها الان وطلعتها. ولا الخوي جاهل بتلك الرواية. ام كذب الخوي عليكم. ابدا. فضل جوابني. جواب علمي. السيد السيد الخوي مجتهد ويجتهد برأيه. والسيد كمال الحيدري مجتهد. يعني اكتهد فا اخطأ الخوي يعني افهم من كلامك. ان الخوي يا عمي. لا 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 هذا تلبيس على السيد الخوي. تلبيس تلبيس. السيد الخوي يستدل على الائمة قرآنيا. كما يستدل سيد كمال الحيدري قرآنيا. ليس يب الروايات. دليلك 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 انه يا عمي انا دلوقتي ما فهمتش اجابة. تيبك منخدوهم بالصدة مع اشرف غريبة بيقولش مع الاسلوب ده. خلينا في الخوء الان. بتقول الخوء يستدلي بماذا? الهدوء والسكينة. الخوء يستدلي بماذا? الهدوء والسكينة الهدوء. بتقول الخوء يستدلي بماذا? الان. شو برضو بيردش. مصداق مفهوم الحديث. مصداق مفهوم الحديث. تحقق باي طائفة تحقق. من حقق هذه الاطروحة التي اخبر عنها النبي غير الشيعة. اين حققها الشيعة? تعال سيد اين حققها الشيعة? تفضل. بالان اثنى عشر. هل كان علي الخليفة بعد النبي? يا عمي اين حققها? هل كان علي الخليفة? الآن اين جواب? انا سألتك اي طائفة. هي عمي لم تحقق عند الشيعة. لم تحقق يا حبيبي. لما يكون النبي امر بذلك ويخالفه بعد ذلك الائمة. فاذا لم تحقق القاعدة? فهذه قاعدة مضروبة اولا. اين خالفه العمي? هل علي ابن ابي طالب استجاب قول النبي? واصبح هو الخليفة ام بايع غيره بالخلافة? امير المؤمنين لم يبايع الا بعد ستة اشهر. بايع بعد عشرين سنة او استاذي. بعد عشرين سنة بايع. نعم. مش موضوع المدة دي. بايع غيره? ام لا? ده السؤال. الحفاظ على بيضة الاسلام وفي البخاري حتى يكره محضر عمر. قال. يا عمي ده مش موضوع. شوف انت ده اسم لف ودورات. ده اسم لف ودورات. انا بسألك في الموضوع الان. بسألك. هل حقك علي مراد النبي? وكان هو الخليفة ام بايع غيره? اتفضل. اسمع اسمع اسمع. لا وضع على قدر سؤالي. حتى استطيعني. فيش وقت. انا ما فيش وقت بالنسباني. يا اخي رض على قدر سؤالي. يا اخي رض على قدر سؤالي. صوتك مسموع للجميع. اطعن لا. اسمع. اسمعني. امير المؤمنين بايع بعد ستة اشهر بيعت اكراه. وفي البخاري بعد ان اراد ان يصطلح امير المؤمنين وابو بكر. على ماذا يصطلح اذا ماتوا خلاف. لماذا يصطلح ويكره محضر عمر. يكره هو بالبخاري ومسلم يكره محضر عمر. ايش العلاقة ما بين يكره محضر عمر وعلاقة ان هو بايع يعني. ايش العلاقة في السؤال. اي انه بايع حفاظا على. اسمعني. امير المؤمنين موصى بوصية. رسول الله اوصى امير المؤمنين. انا اقاتل على التنزيل وانت تقاتل على التأويل. وهل قاتل عليه على التأويل في عهد. اسمعني بس. اسمعني اسمعني. هل قاتل عليه على التأويل في عهد. يا عمي انا بس اناك سؤال. شوف رحت للمعاوية حالا. كنا لسه في نسبات ان علي خليفة رحت لمعاوية ايه ده بس هل قاتل علي على التأويل في خلافة ابي بقر لا قاتل معاوية اذا اذا علي لم يقاتل على التأويل فاذا فقد شرعياته هل قاتل على التأويل في عهد عمر يا عمر رد على قدر سؤالي ما انت بتقول هنا حتى خالف النبي ان علي يقاتل على التأويل اما تبسيبا للنبي ام تقسيرا من علي سؤالي المهم سؤالي المهم يا استاذ يا استاذ يا استاذ المهم دللا لماذا اذا كان هو معصوم منصب من قبل النبي بتلك الرواية ركز واسمع السؤال وسيبك من اللفة والدورة لماذا يقول دعوني والتمس وغيري فانا لكم اميرا خير لكم مني فانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا لماذا يقولوا هذا في موط عثمان لماذاights نعم في مقام الحجية يحتج على القوم اديني دليل انه كان يحتج على القوم دليل تدليل من بعدها انقلبوا طلحة والزباب انا دلوقتي دليلك احنا انت شوف بيردش بدليل بتكلم عهد ادلة من الكتب ما فيش رد بدليل الدليل يبدي يبدي اديني الدليل انه كان ببا انه يحتج اذا كان بايع طلحة بالخلاف وقدم طلح للخلافة بعد وفاة عثمان علي بن ابن طالب يطلب من طلحة بعد وفاة عثمان ان يكون هو الخليفة للمسلمين انت عائل انا هادئ والله انت عائل الدين الدليل ان علي اقام اما على التأويل او انه لم يبايع حتى لا يكون عصى اوامر النبي عندكم على مفهوم الشيعة او انه لماذا يبايع طلحة بالخلافة اساسا بعد وفاة عثمان اسمع اسمع الان الان انا اذكر لك روايات وكتب كم انا بذكر لك روايات طبا ماشا تعالوا ادي على الشاشة اسمت يا حبيبي اسمع يا حبيبي ادي علي يقول انا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا تمام اه دي كتاب نهج البلاغة اللي يقول لك ان لم تذكر الروايات في الجزء الاول صفحة مئة تين وثانين ده هو ذكر روايات من كتب ومش من الكتب عنده تمام يقول بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذه روايات الشاشة جزء الاول يقول فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا ده كده علي ابن ابي طالب الروايات الشاشة للجميع في نهج البلاغة للامام علي اللي بيقول لك اصلي انت ما قدمتش دليل طيب الدليل اللي انا قلته التاني ايه انه هو قدم طالحة للخلاف وده انطلعه لكم دلوقتي بسم الله كيف قدم علي طالحة للخلافة ودعاه لخلافة المسلمين وبعد وفاة عثمان بسم الله بسم الله هادي كده النص ولم يكتمعوا فقال لطالحة موجود يا اضفنا ولا رحت فين ادي اخواننا لاحب على الشاشة بسم الله كتاب الجمل للشيخ المفيد يظهر على الشاشة صفحة اربعة وستين انه هنا وقد رأيت ما صنع عثمان وما اتاهم الخلافة الكتاب والسنة فابسط يدك نبيعك لتصلح من امر الامة تمام فسد فاستقال علي وقال لقد رأيتم ما صنع بي وعرفتم فلا حاجة لي فيهم فاقبلوا على الانصار وقالوا يا عشو مهجير الى ان قدم طالحة للخلافة او قال ميت يدك يا طالحة للخلافة هادي الكلام استدنا الفاضي الموجود وجاء ايضا هذا المصدر في بحار الانوار للمجلس في بس اتنين وثلاثين صفحة اتنين وثلاثين انه اراد ان يمد طالحة بالخلاف افضل رد افضل الخط ومشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وياك حايدر من هنا يا عراف شيع ولا سن يا حايدر الشيع يرافضي عندك رد على حلقتنا اليوم تمام ان شاء الله فضل اولا اخي الفاضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تصنب صلاة البترة اولا لان رسول الله انها عن صلاة البترة صلى الله عليه وآله وسلم لا تصنب صلاة البترة والقصص علم ثانيا رسول الله عليه والله نوه عن وجود مخلص او خليفة وكذلك الله سبحانه تعالى في كتابه الكريم نوه وتحدث بحيث قال اني جعله في الارض خليفة برأيك من هو الخليفة حيضر انت سمعت الحلقة حيضر انت سمعت الحلقة اعرف يا ابن الحلال اعرف 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 ابن الحلال اعرف انا جالك نقطع انا جاهل وحضرتك عالم لا استمع لش يا اساس حيبة انا جاهل وحضرتك عالم فابدأ ابيل ان صاحب العلم من صاحب الجاهل حضرتك بدأت معايا ما شاء الله علامت زمانك قال النبي لا تصلوا علي الصلاة البطراء اين هذا الحديث صحيح عند اهل السنة فضل كلامي واضح كلامي واضح اين هذا الحديث صحيح عند اهل السنة قال رسول الله لا تصلوا علي الصلاة البطراء اتصدل طلع لي هذا الحديث من مصادر اهل السنة صحيح موجودة بكتبكم طلع طلع طيبك موجودة في كتبكم ومش موجودة في كتبكم طلع قدام الجمهور عشان لما تيجي تتكلم تحافظ على حروف كلامك ومتعملش فيها بطل الابطال طلع الحديث تفضل تفضل دايق معك مش سواني تفضل معاك سواني تفضل اقول لي صححك كلام يلا اه 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 على الكتاب حديث لا تصلوا علي الصلاة البطراء طلعاني بشيق لك يا اه السؤال طبقات التجاني تجاني مين يا ابني انت ده تجاني مين ده ده مين التجاني ده اه هذا دار امال القاهرة سأل الشيخ بن بعز لانا طلع عليه ما هي صلاة البطراء عليك انت عشان لما لقيت نفسك انحشرت بدأت بالاساءة تمام وانا ما عنديش اساءة للرموز ولي بقى يا حبيبي يلا انا رحمتك بالقفل عليك ياخدنكم اجزب خلق الله صليت اللسان عندما تحشر الله المستعان اخواننا لاحبا اه دي الكلام اللي كان يقرأ اخواننا لاحبا من مواقع اهل السنة والجماعة حديث ده تصل على ما صحة حديث ده تصل علي الصلاة البطراء لم يثبت حديث حول الصلاة البطراء لما هو من الاحاديث المجذوبة المنتشرة في كتب الشيعة وليس لها اصل في كتب الحديث والاسر اللي داخل يعلمني وعامل نفسه سبع رجالة في بعض ثم يلعن ثم يعتقد انني سأتركه يتحدث معذروني اخواننا لاحبا كنت تعصر ولكن يعني سبحان الله عيش انا بشر برضو يعني غير معصوم ولكن هؤلاء ده دنكم يا شيعة ده دنكم لما نرطل بالادلة اللي انتو عفظينها على المنابر والملالي من الملالي عشان تهرب ولما بتتحطي في زاوية وعايز تقرب ان انت لعن في الرموز عارف لو انت عانت في شخصك وانت سبت بس انت عارف داخل عارف ازاي تهرب وقت ما انت تحب تهرب انا لا قلومك يا ابني لا قلومك انك تهرب ولكن كافي لكل مستمع معي الحلقة دي هسمحها تلاتين الف يعرف التلاتين الف انك كنزاء ليه كافي عندي باطرة الشيعة يتفاقطون الواحد تلو الاخر